ترأس معالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة نائب وزير الداخلية وفدى مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنعقد حاليا في فيينا والقامعالي نائب وزير الداخلية كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين وحرص منها على التطوير المستمر للاقتصاد البحريني وتحقيقا للعدالة ومكافحة كافة أوجه الفساد في المجتمع اطلقت عام 2008 الرؤية الاقتصادية الشاملة 2030 والتي ترتكز على ثلاث مبادئ توجهية أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية منوها إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إقرارها عام 2013 استندت على تلك المبادئ التوجهية وذلك لتنسيق الجهود في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والعمل على مشاركة مجتمع للحد من ممارسات الفساد لصون المال العام والعمل على خلق بيئة آمنة تساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وأوضح أن مملكة البحرين تحرص على مدار تاريخها العريق على تنفيذ التزاماتها ومعاهداتها الدولية وهي دوما على تعاون دائم وعمل متواصل مع الأطراف الثنائية والإقليمية والدولية في الاتفاقات الرامية لمكافحة الفساد ترجمة نانسي قنقر